محاضرتنا راح تكون اليوم حول Time Domain Analyses احنا راح تكون الدراسة وعدتنا يعني دراسة تحليلات الموجة قسمة تنقسب راح ناخذ بالبداية يعني تحليلات Time Domain Time Domain Analyses وبعد ذلك راح ناخذ Frequency Domain Analyses يعني بداية راح ندرس الموجة ضمن Time Domain يعني راح يكون الـ X axis multi مو Frequency وانما راح يكون الموجة راح اقراها واحجلها بالنسبة للوقت لعنصر الوقت اللي موجود يعني يعني شون احنا عدنا مثلا سين او الـ Cosine مثلا الموجة من نرسمها من نرسمها بالنسبة للوقت يعني مثل ما تعرفون حتى احول هذه الـ Frequency Domain احتاج الى الـ Fourier Transfer طبعا حتى احاولها وادرسها بخصائص الـ Frequency بداية راح ندرس الـ Time Domain اول شيء الـ Convolution مصطلح الـ Convolution يعني شونه الـ Convolution راح يداول هذا الـ Convolution اللي هي عبارة عن Algorithm عبارة عن خوارس مني بواسطتها اجد الاشارة الخارجة بواسطتها يعني عارج هاي الـ Algorithm عارج الاشارة الداخلة وتنطيني اشارة خارجة تنطيني اشارة خارجة بالنسبة للـ الإشارة مثل الجهاز المعالجة الإشارة اللي هو الـ LTI ما راح نسميه LTI Processor Linear Time Envariant ما راح نسميه Linear Time Envariant ما راح نسميه Processor ما راح نسميه DSP Processor ما راح نسميه DSP System حسب فهذا الـ LTI راح يسوي عملية Convolution وي المعادلة مالته يسوي عملية Convolution اللي هو عبارة عن Algorithm قلنا يسوي عملية Convolution ما بين المعادلة مالته وما بين الإشارة الداخلة حتى ينطيني إشارة خارجة Output Signal عن طريق الـ Convolution يعني صارت عند الإشارة الخارجة حاصل عملية Convolution ما بين الإشارة الداخلة وما بين المعادلة المعادلة مع التـ LTI Processor أو الـ LTI System الـ Convolution أيضا راح نطيني أيضا فهذا نظره يعني للطريقة اللي يتم بيها معالجة الطريقة اللي يتم بيها معالجة الـ Trains of Signal Samples اللي مجموعة الـ Signal Samples نحن نقول لأنه الإشارة مثل ما قلنا الإشارة هنا متقطعة راح تكون Dissecret يعني دراستنا إحنا Digital Signal وليس Continuous فشون يستجيب شون يستجيب يستجيب عفوا النظام إلى الإشارة الداخلة ونطيني عن طريقة Output Signal الـ Time Domain راح يكون الإشارة الخارجة نبطيها مصطلح الـ Y of N الإشارة الخارجة مصطلح Y of N فالـ Y of N هي حاصل عمليات الـ Convolution ما بين عمليات الـ Convolution ما بين الإشارة الداخلية الـ Impulse Signal هو الـ Second Time Function اللي هي تمثل لي الـ Processor أو معادلة الـ Processor نفسه الـ Second Time Function اللي هنسميه Impulse Response Impulse Response is the processor response يعني الـ Impulse Response شنو هو كتعريف هو الاستجابة الـ Processor أو النظام أو DSP System إلى الـ Unit Impulse Function اللي هي أخذناها بلاك المحاضرة سميناها Delta of N قلنا شنه هي الـ Unit Impulse Unit Impulse قلناها عبارة عن إشارة تكون نبضتها في عند الـ Time معين دائما إشارناها بالصفر هذا الـ Time يعني فقط الـ Function أو Delta of N عند الصفر يساوي قلنا واحد otherwise otherwise راح تنطيني دائماً صفر دائماً تنطيني صفر طبعاً عدا في مكان معين اللي هو قلني عندما قال أن يساوي صفر راح تنطيني واحد احتمال تشفت عندي فإذا شفتت راح قلني إذا يعني صارت بهذا الاتجاه الشفتت بمقدار خنقول واحد فراح تكون Delta N زائد أو ناقص عفواً واحد هنا زائد واحد إذا كانت هنا ودلت N ناقص واحد إذا شفتت باتجاه اليمين وزائد واحد إذا شفتت باتجاه اليسار نقصد بأنه بدت قبل زائد واحد قبل الـ الوقت الحاضر بدت قبل الوقت الحاضر وهنا بدت بعد الوقت الحاضر كذا كذاً هنا بمقدار واحد ممكن تكون مقدار 2 زائد 2 زائد 3 ممكن تكون ناقص 2 ناقص 3 إلى آخر فهذا نقصد به الـ أو الـ 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 يساوي واحد طبعاً واحد مو كسور أو كذا عند الـ يساوي صفر أخرى كلها تساوي صفر عند الـ تساوي صفر تساوي واحد Delta 10 of N when N equals 0 راح تكون تساوي واحد otherwise راح تساوي صفر فنقصد بالـ IMPULSE RESPONSE إنه استجابة الـ system أو الـ processor استجابة الـ processor إلى unit impulse شي يمطيني من output بالنسبة للـ يعني الإشارة الداخلة هنا صارت عندي هي unit impulse والإشارة خارجة طبعاً هي نفسها YN بس نفسها راح نشوف يعني دائماً هي صحيحة دائماً نرمز للـ output signal دائماً نرمزها بـ YN بس بالنسبة لإستجابة النظام للـ impulse للـ unit impulse راح تكون بشكل خاص نرمزها بـ H of H كإشارة خارجة أو كـ impulse response هذا الـ impulse response نسمى يعني معناها استجابة النظام لإشارة داخلة عندما تكون الإشارة الداخلة عبارة عن unit impulse في شون يمطيني من output ورح نشوف ها هي اللي هي أهمية يعني تحليل النظام أو استجابة النظام بالنسبة للـ impulse لازم ندرسها لأنه إلى أهمية راح نشوفها شنون بعد ذلك ندركها شنون تكون اللي هي أهمية فهذا القصود بيه بالـ impulse response الـ is a form of superposition عبارة عن شكل من أشكال superposition وإحنا قلنا شن هو superposition هو عبارة عن استجابة النظام إلى مجموعة من الإشارات الداخلية وكأنه يستجيب لهم شكل موحد يعني إذا أجمعهم يستجيب لهم مثل ما يستجيب لهم شكل منفرد سكرايبين ديجيطال سيجنال with impulse function شوان نفسه في الدجيطال سيجنال من ويال impulse function ويال نحن نحللها بصيغة impulse function يعني الإشارة أكيد بها عدة impulses بس شوان نفسخها الإشارة ونكتبها بصيغة impulse function secondly secondly we need to consider how LTI system respond to an individual impulse بعد ذلك نحتاج إنه نريد نشوف أو نعتبر شون LTI system يستجيب إلى ذني الإنباصر المسفسخات اللي هي كلوحدة على حدة خلافرض عندي إشارة داخلة اسمها XN راح دائمًا نشكر للإشارة الداخلة اللي عم بالسجنال بإشارة X والoutput بإشارة Y اللي موجودة عندي بالfigure 1A هاي الإشارة اللي داشتشوفوها بالfigure A بالfigure A داشتشوفونها إشارة عندي اللي بتكونه من 1, 2, 3, 4 5 pulses 5 pulses عند السالب 2 الهفد ويت معين عند السالب 1 الهفد ويت معين عند الصفر الهفد قيمة ويت معين عند الواحد الهفد ويت أو فاليو معينة عند الاثنين إلها أيضا فاليو معينة هاي الش السيجنال اللي داشتشوفها اللي هي بتكونه من 5 pulses من السالب 2 الى الاثنين ممكن ممكن أفصخها الى unit pulses 5 يعني unit pulses ممكن تفصخها الى خنقول 5 unit pulses مثل ما موجودة عندي بالfigure من الB للC للE للF وشون أكتب هنداني شون أكتب الياس يا غا ممكن إنه we can define the complete signal X and as ممكن إنه نكتبه بهذه الصيغة صغير إنه ال-X عند السالب 2 نقصد بها ال-Value مالتها عند السالب 2 اللي هنا في نقدر إنه نكتبه في delta n of زائد 2 n زائد 2 delta of n زائد 2 ونقصد هنا بال- delta n زائد 2 معنى كأنه أنا ضربته unit impulse مشفته بمقدار 2 إلى اليسار فكأنه ضربت ال-Y تنهناني اللي هي ال-X عند السالب 2 في 1 عند هذا ال-Position عند هذا ال-Position فأكتبه بهذه الصياغة أكتب إنه أقدر أكتب هاي يعني فصختهم آني كتبت ال-X عند السالب 2 في delta n زائد 2 ثانية وهاي أجي أطلع حائضاً من السيقنال واحدة فأقول X عند السالب 1 وكأنه ده أضرب ال-Y أو ال-Value مالك ال-N بالسيقنال عد السالب 1 في مقدار التشفيت اللي هو عبارة عن delta n زائد 1 delta n زائد 1 فأضرب ال-Value في مقدار ال-Shift تقنصار عندي فالسيقنال راح تكون بهذا الشكل فقط يعني بس هنا راح تكون عندي إذا قيمة برواز راح تكون نصبر وأيضاً هنا ال-X عد السفر في delta n ال-X عد ال-1 في n ناقص 1 بعتبار صار التشفيت إلى جهة المتأخر إلى جهة ال-N صار عندي متأخر بمقدار 1 وهنا متأخر بمقدار 2 فكأنه فصخت الإشارة إلى خمس components بصيغة وكتبتها بصيغة مثل ال-Impulse أو ال-Unit مثل ما أدا شوفه بهذه المعادلة إنه X-Angulate تساوي يعني بغض النظر عن شنو موجود قبل هي وبغض النظر عن شنو موجود بعد هاي السيقنال بس عند هاي السيقنال شوفيته بال-Figure A ممكن أكتبه بهذه الصياغة إنه X of سالب 2 في مقدار التشفيت زايدا X-1 عليه السلام X-1 اللي هي قيمة السيقنال في مقدار التشفيت اللي هو دلتا عن زايد 1 زايدا X of 0 في دلتا عن زايدا X of 1 في دلتا عن ناقص 1 زايدا X عند الاثنين في مقدار التشفيت اللي هو دلتا عن ناقص 2 فممكن نكتبه بهذه الصيغة بالنسبة للXn يعني الجنرال فورم مات الأمبس سيقنال لأي الأمبس سيقنال ممكن نكتبه بهذه الصيغة X of n تساوي X of n تساوي K من minus infinity to infinity summation K من minus infinity to infinity في X of K مضروبة في مقدار التشفيت اللي هو دلتا عن ناقص 1 و لا تنسون انه فقط في مكان معين عند ال-n يعني ال-x عند ال-n راح يكون واحد في مكان معين اللي هو الدلتا of n مقدار ال-n ناقص 1 بساوي صفر بمعنى آخر ال-x of n بتكون إلها قيمة ال-x of n اللي هي n نقصد بسالب واحد سالب اثنين او واحد اثنين ثلاثة ال-x of n يصير إلها قيمة فقط في البكان اللي يكون بيه K يساوي ال-n K يساوي ال-n يعني من أقول هنا x of n عندما تكون ال-n سالب اثنين ففقط هذا راح يكون إلى قيمة والبقية راح يكون النصفارة عندما أقول x عندما x of minus واحد ففقط راح يكون هذا ال-component إلى قيمة فقط هذا ال-component عند ال-x يساوي واحد والبقية راح يكون النصفارة وأيضا عندي ال-x صفر راح يكون عندي فقط هذا ال-component إلى قيمة والبقية صفارة وهكذا يعني فقط هذا المقدار إذا طلع لي يعني هذا المقدار التشريط إذا طلع عندي ال-n-1 يساوي ال-n-k يساوي صفر فقط هنا راح يكون عندي إلى قيمة فهنا شفت أنا شون كتبت يعني 7-Tier مات المعادلة إذا جاء في الصخن راح ينرسمي ترسم لي figures بهذا الشكل راح يصير عندي figures بهذا الشكل وممكن أختبر حتى أدرس استجابة النظام لهذه الإشارة ممكن أنه أدرس طريقة استجابة النظام لل- impulse response يعني إذا عرفت impulse response مات النظام ممكن أعرف هنا شو راح يكون ال-output ممكن أعرف هنا شو راح يكون ال-output ممكن هنا أعرف شو راح يكون ال-output إلى آخرين وأجمعين وأعرف استجابة النظام لأي signals مجرد أنه أعرف impulse response استجابة استجابة النظام إلى unit impulse signal إن نحن نسمي impulse response إن نسمي impulse response مثل ما أنا ذكرت نفس الحاجة راح ينفو أي value of N شي seven مثل ما بالتلكم إنه فقط عندي term واحد فاح يكون بي اللي هم موجود طبعا بال بال right-hand-side اللي هنا نصب بي فقط term واحد راح يكون إلي قيمة والبقية أصفارة all one term on the right hand side of previous equation is none zero فقط 1 فحكون none zero أما البقية راح يكون صفر This demonstrate the important shifting property of the unit in boss function فهذا راح نطيم أو برغلي على صحة نظريات ال-sifting راح نشوف فيها نظر ال-sifting اللي هي تخص ال-unit in boss function for example if we choose n تساوي أربعة حسب هاي المعادلة اللي هي ذنية أبري عن المعادلة اللي هي general form of impulse response function for example if we choose n تساوي أربعة قلية ال-n تساوي أربعة فالمعادلة راح تكون فقط راح تكون بهذا الشكل طبعا ما تبار عواضي على ال-n أربعة فيكون عندي x of k delta 4 ناقص k وهاي كلها راح تكون صفارة ما عادة تكون عندي non-zero value ما عند الكي تساوي أربعة فقط عند الكي تساوي أربعة راح تكون هاي داخل هذا السمميشن راح يكون هذا term هو non-zero يعني the product of x k delta 4 ناقص أربعة is non-zero only for k تساوي أربعة when its value when it has value of x عند الأربعة فهاي نقصد به ال-sifting property إنه شلون يكون عندي النظام يكون النظام يعني أو المعادلة تنطيني non-zero التير مواحد عندما يكون الكي يساوي خلنقول مقدار n the impulse is the ultimate time-limited signal the impulse response أو impulse impulse عفونا impulse signal هي كتعريف إليها is the ultimate time-limited signal يعني إشارة محددة بالوقت تكون الإشارة هاي محدودة جدا في وقت معين تنطيني pulse ووراها يكون ما عند أي شي the unit impulse is دائما نوزيل بقلنا بالدلتا of n is finite at n تساوي صفر finite الهقيمة أدمار n تساوي صفر but zero elsewhere any output signal observed after n تساوي صفر must be characterized or processed itself أي output signal أي output signal ممكن ملاحظاتها بعد ما يكون الن يساوي صفر راح تكون هي عبارة عن خاصية البروسيسور نفسه راح تكون هي خاصية البروسيسور نفسه يعني بمعنى آخر إذا استجاب خنقول البروسيسور للدلتا of n فالاستجابة ما لت قلنا هاي عبارة عن impulse response فالاستجابة ما لت إذا كانت إذا كانت نفسه فمعنى كل شما به هذا constant يضرب لي في واحد إذا طلعت الإشارة الخارجة نفسه الإشارة اللي هي impulse response فكأنه فكأنه البروسيسور مجرد يضرب لي في واحد ما داي يسوي شي ما راح يغير شي إذا طلعت على سبيل مثال مثلا مجرد فكأنه البروسيسور يضرب الإشارة الداخلة في 0.2 بس كش ما يسوي بس إذا طلعت الإشارة الخارجة بعد بعد impulse response يعني بعد الـ N تساوي صفر فالإشارة إلهفت value معينة وتفر يعني شون شكل هي سواء كان فمعناه هذا هو خاصية البروسيسور نفسه خاصية البروسيسور نفسه معناه هاي المعادلة والت البروسيسور ذات طلع بالحقيقة The resulting response اللي حنقل سميناه the impulse response كمصطلح is often referred to us a natural response of the system الاستجابة الطبيعية للسيستيم مرات الـ impulse response يسموه the natural response بس هذا المصطلح ما راح يكون وارد احنا دائما راح يسميه the impulse response بس هو the impulse response معناه هو the natural response of the system ما راح يضع عن قطع الكهرباء طلاب تسمعوني له نعم دكتور سمع سيبعد الكهرباء الفقر time impulse the impulse response plays a special rules in linear dsp impulse response يلعب في الدور الاساسي بالlinear dsp وبعد طوال راح ندراستنا كلها علينا dsp راح نشوف انه شون الى دور مهم يعني دراسة dsp system مثل ما قلتلكم احنا دائما نمطي الرميز h of n impulse response وليس يعني فرقوا ما بين l-impulse l-impulse k-signal وما بين l-impulse response فرقوا ما بين ذن ال-2 اللي l-impulse response نقصد باستجابة السيستيم اذا دخلت الموجة unit impulse اللي احنا نشرنا لها الثلثة n فالimpulse response عادة راح نضطي h of n راح نضطي h of n وهنا نشوف هذا figure 2 اللي هو الضحل شون استجابة السيستيم عندي على سبيل الفرض عندي digital system اللي مولي الهنان موضح بهذا الشكل ووجت ل impulse signal او unit impulse signal دخلت لبهذا الشكل الفرح على ضوء هاي استجيب البروسيسور ويمطيني output signal الoutput signal هاي نسميه l-impulse response لانه الموجة الداخلة كانت عبارة عن impulse فهذا l-impulse response ما تل البروسيسور فنشرله دائما بالرامز h of n h of n ويمطين على اساس هاي المعادلة هي نسميه l-impulse response اللي هي نخصها قلنا عليها natural response of the processor itself يعني كأنه معادلة البروسيسور نفسه يعني كأنه l-impulse response هي معادلة البروسيسور نفسه يعني بداية حتى يعني قبل لا أروح زايد وأختبر الجهاز أو system على إشارات معقدة لازم أشوف أختبر على إشارة ال-impulse حتى أشوف شي طلعلي من معادلة إذا طلعت لمعادلة مرهوبة حسب ما أريدها أوكي إذن أستمر أشتغل على البروسيسور ماتي إذا لا طلعت لمعادلة راح نشوف إحنا المواصفات ماتي الإشارات اللي غير مرغوبة اللي إحنا إشارنا لها طبعا بالمحاضرات السابعة وقلنا عليها إشارة 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 تكون عندي مثلا نون كوزل فإشارة سوي لي مشاكل فأختبر بداية السيستيم ما إنت أختبر على المواصفات حتى أشوف الاستجام مناسبة أو غير مناسبة سوى إشارة سوى describing digital LTI processor we discuss a number of important system properties اللي إحنا قلنا عليهم القصالي والستability والمموري إذا تذكرون عليهم قلنا شوان السيستيم يكون قوزل شوان يمتاي السيستيم يكون قوزل يمتاي كون stable ويمتاي كون memory قلنا causal إذا كان ما بادي يعني متنبع بالمستقبل ما بادي عند الـ N تساوي سالب 1 أو سالب 2 وإنما بادي عندما N تساوي 0 فما فوق فهذا نعتبر system causal stable قلنا إنه ما يكون بـ diverge وإنما converge ما يكون بيعني توسع بالإشارة الخارجية وإنما معناها الـ system يكون غير مستقر وإنما ما يكون بـ convergence للإشارة الخارجية وللعندي الميموري معناها الميموري إذا ما كان الميموري للسيستيم إذا ما كان معتمد على إشارات مخزونة سابقة ما كان معتمد ما ينطي ما يجي من عنده feedback للسيستيم فهذا يكون أيضا غير مرقوب فال causality والstability والميموري هي إشارة هي خواص للسيستيم هي خواص للسيستيم المرغوبة يعني خواص مرغوبة للنظام الرغم راح نشوف figure 3 shows 4 representative example الكيس A راح يشير إلى الميموري والكيس B إنه راح يشير إلى non-causal system والC راح يشوف الSystem شون يكون unstable بينما الB راح يمثل الcausal والstable والميموري وهنا عندي ال-A كما يشوف هذا ال-A هذا memorabilia system يعني ما بي أي إشارة محتفظة بالoutput يعني الإشارة ما قاعد تجيلي من الoutput ما يصير بها خزين وإنما فقط عند time معين وبعدها تنفقد الإشارة ما راح أشوف بها أي تفاصيل انفقد الإشارة عندي فقط في هذا ال-Time فهذا يعتبر memorabilia signal أو memorabilia system بالبي إذا أشوف الإشارة بادية من ال-N-1 مو عدل صفر رفما فوق فهذا يعتبر non-causal هذا يعتبر system non-causal بال-C مثل ما أدأ أشوف الإشارة إذا أصار بها diverge جاء تتوسع هذا معناها unstable هذا معنى unstable بينما بدي إذا أشوف ال-System عبارة عن memory ب-memory باعتبار يخزن الإشارات السابقة إشارات السابقة يخزن ويطلق قيم لا يعتمد على الإشارات السابقة زائد إنه يصير بـ converge وليس diverge يعني ال-System ما يتوسع بهذا الشكل فهذا stable أعتبره وأيضا هو causal لأنه ما بادي بالمستقبل خنقول ما بادي بالمستقبل فهو causal فهنانا الاستجابة معناها يعني بالفكر D هو هذا الاستجابة المرغوبة لأي DSP system إذا طلعت عندي هاي المواصفات معناها السيستيما يكون حسب المواصفات المطلوبة D represent a causal stable system with memory the system in D is most interested in DSP application يهو اكثر شي مرغوب by DSP application the DSP processor is often described by a recurrence formula داع من نور حسن رح نشوف كنه recurrence formula the DSP processor and most ربا recurrence formula أو ما تسمع the difference equation اخذنا بالصور بالمحاضرة السابقة المعادلة مات الباند باس filter اللي قلنا عليها y of n to say 1.5 من y of n ناقص 1 ناقص 0.85 في y n ناقص 2 يعني ما اخذ feedback من output اذن وزائد زائد الاشارة الداخلة زائد يعني الاشارة الداخلة ايضا اكيد لازم تكون مؤثرة فهذا نسمي recurrence formula لانه ما اخذ اشارات من الخارج ما اخذ يعني يعني الاشارة الخارجة معتمدة على الاشارة الخارجة السابقة زائد الاشارة الداخلة الحالية فنسمي recurrence formula if we deliver a unit in pulse to the filter هسا هاي معادلة الفلتر اللي يجعل عني banbus filter اشوف impulse response مع هذا الفلتر اريد اشوف impulse response مع هذا الفلتر فافترضت انه اجت لي اشارة داخلة مقدارها unit impulse اللي رمزنا احنا بما بالdelta n اولا اريد ادرس impulse response مالتي فمعناها راح حول y n الى h n تساوي 1.5 h of n 1 1 احولت ال h اطلع impulse وليس المعادلة الخارجة يعني هي صح صحيح هي هم معادلة خارجة بس المعادلة خارجة بالنسبة الى اشارة داخلة هي impulse response impulse unit ناقص 0.85 h n ناقص 2 زائد الاشارة الداخلة باعتبار هي x n صارت عندي بارعا h x n صارت عبارا impulse unit signal اللي هي delta of n فكتبت بهذه الصياغة يعني impulse response لما هذا الفلتر تكون بهذا الشكل ولا تنسون انه عندي delta of n تساوي 1 فقط ما الان يساوي 0 فقط ما الان يساوي 0 otherwise راح تساوي 0 فحتى اطلع استجابة النظام او impulse response ما تنظام فلازم انه المعادلة اكتبها ازمال h تساوي 0 1 2 3 الى آخرين فراح افترض انه system هو causal باعتبر ان كل الانظمة بالحال العملية هي causal يعني ما تنظام اشارة ما تنظام اشارة وفق الاشارات داخلة بالمستقبل وان ما تنظام بالحاضر والماضي is a causal system فراح معناها ابدي عندما ان تساوي صفر فما فوق من ان تساوي صفر الى 1 3 4 5 شي الاخرين فال impulse response عند الصفر راح يساوي راح يساوي 1 1 5 في سالب 1 اعتبار هنا عوضت عن الان صفر فصار عندي 1 5 سالب 1 ن ساوي 0 ناقص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زائدا delta of 0 اللي هي قلنا قيمتها 1 عوضت عن الان بالصفر وراح تنطيني بهذا الشكل طبعا هنا ما موجودات عندي قلنا باعتبار causal system فهنا راح تكون 0 وهنا راح يكون 0 وفقط هيا راح تكون عندي قيمتها 1 فال h عندي 0 راح يصير مقدار 1 اجيت اردى اشوف ال impulse response ايضا عندما تساوي 1 فاجيت عوضت الان 1 فراح تصنع عندي المعادلة 1 0 0 0 0 0 0 وقلنا احنا ال delta فقط عند الصفر تساوي 1 otherwise راح يساوي ذني يكون هيا صفار ذني يكون هيا راح يساوي صفار فاجيت عوضت ايضا ال H عندي الصفر انا بالبداية طلعت تشغيل كان مقدارة كان 1 هنا طلعت وهذا صفر راح عندي عبارة عن 1 5 اجي اطلع ال impulse response عند الاثنين عوضت الان ساوي اثنين ها راح يصر عندي 1 وال 1 شغل قيمته طلعت ال H عندي ال 1 طلعت هنا 1 5 ناقص 0 8 5 في H عند الصفر وطلعت شغل ال H عند الصفر طلعت المقدار 1 راح اوض 1 راح اصر عند المعادلة 1 5 في 1 5 ناقص 0 8 5 في 1 راح تنطين 1 4 وهكذا اطلع بقية ال H عند ال 4 و ال H عند ال 4 و ال H عند ال 5 الى اخر حسب السؤال طبعا حسب المطلوب بالسؤال فقط لاحظوا انه فقط ساهم بالبداية فقط ساهم ساهم يعني بال فقط بالبداية فقط بالنظل البداية ساهم بال وراها خلص صفر وبقى السيسم من واحدة الاستجيب من واحدة الاستجيب للاشارة يعني كأنه trigger صارت عندي كأنه حفزت النظام أنه ينقين عدة output حسب المعادلة طبعا هذه المعادلة مات النظام مثل ما تشوفون H لا تعتمد على الإشارة الخارجة مسبقا لا تعتمد على الإشارة الخارجة مسبقا لذلك هذا نقول عليه recurrence formula فعلي يعني شفتوا هذا عند هذا السؤال حليت الإمبلس رسمون من هذا السيسم اللي هو باند باند باس فلتر لل إمبلس يون تسيقنل الإمبلس أخير فان لفاست فور سامل ها ناندا يقللي أوجد الفاست فور سامل 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 الو إمبلس رسمون يعني طلع أربع أربع الإشارات اللي بالبداية مالت الإمبلس رسمون لهذا السيسم السؤال بيشقن بيعني A و B فبالA يقول حسب النظام اللي إللوسترات في هذا الفيغار فور يعني ما منطيني معادلة وإنما منطيني بلوك دايقرام مالت السيسم بلوك دايقرام مثل ما دع شفوه عبار إشارة داخلة XN وخارج YN وداي يرجع لي feedback من الYN مضروب منص 0.9 فالYN راح تساوي Y أو ناقص 0.9 في Y متشفت بمقدار C وحدة يعني أنه واقص واحد ناقص واحد زائد اعتبار عندي هنا زائد زائد X of N زائد X of N في يعني من الرسم ممكن نطلع المعادلة وأظل أحسب نحن بال بالA داري نحل A Imbus response داري نطلع للA فحتى أطلع Imbus response ينحن Y راح تكون عندي H of N وكساوي minus 0.9 H of N ناقص واحد زائد دلتا لتبار عندي L صارت عبارة عن دلتا N H of N بالداية هو read four first sample الأربع النمضات اللي بالبداية فمعنا أكون المطوب عنده أطلع H of N عندما تكون 0 و H of 1 و H of 2 و H of 3 0 طبعا راح تكون هنا عندي صفر راح تكون عبارة عن 1 H of 1 اللي راح تكون عبارة عن minus 0.9 عندما H 0 زائد delta of N عندي الواحد وهيا راح تكون صفر فراح يكون عندي عبارة عن minus 0.9 في 1 معنى راح تسوى 0.9 الى آخر فكحال راح يكون بهذا الشكل the recurrence formula of the system is هذا recurrence formula وهذا impulse response من 2 حتى السيستيم انه اجي اختبر او طلع impulse response 1 تعدل 0 1 2 3 فراح يكون بالوداية minus 4.9 في H ناقص واحد وقلنا عليه هيا راح تكون 0 وراح يكون عندي هنا فقط 1 في 0 زائل 1 راح يكون 1 اه 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 وراح 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 تكون صفر هنا delta 1 وحايا صفر وراح صنع عندي minus 0.9 وعند الاثمين راح تكون عندي minus 0.9 في minus 0.9 راح تنطيني plus 0.81 والH عند الاثرية راح تساوي minus 0.9 وهاي تساوي 0.81 في تنطيني minus وهكذا يتقلب النظام بين السائد والناقص بس اللي الاحظة اللي دا الاحظة آني الانسيغرة دا يصير به يعني converge لو diverge دا تتوسع لو دا تهبط دا يصير به converge فإذن أوكي الأمور يعني السيستيم stable معنا ما دا الإشارة تروح يعني الطفور بالvalue معنى تتكبر وإنما دا تتخمد دا تنزل فمعنى نجي السيستيم stable كل sample value الموجودات هنا هو عبارة عن minus 0.9 القبل وهكذا 0.9 من القبل وهكذا and HN therefore follow a decaying دا يخمد دا يصير به يعني يقل real exponential envelope معنى راح يكون عندي بالنازل و exponential envelope باعتبارة دا ينضرب 0.9 دا with alternative sample inverted إنه يكون عندي مرة ناقص مرة زائل مرة ناقص مرة زائل وهكذا فهو عبارة عن alternative sample inverted مرة حالية السوار إذا مطلوب رسم طبعا لازم الرسمة ما مطلوب رسم من الرسم النفس example هم نفس الشيء يقول لك أوجد إني l-imposs response لهذا system اللي هو cash register اللي قلنا عليه cash register اللي هو عبارة عن كأنه مركم كأنه يحجينا عليه إذا كان عندي أسواق مركزية وأجيب وأضيف item fold item item fold يعني شون يستجي لل system لل items أو signals وحدة فوق الثانية فممكن cash register أما انكتبه بهذه الصيغة بصيغة non-recursive signal إلى آخره يعني xn xn-1 xn-2 إلى آخره وأما انكتبه بصيغة recursive signal اللي هي قلنا عليها ما يحتاج أقوى الهيئة وما يحتاج أعيد الجمع من جدا وجديد وأنما أخذ الموجود سابقا وأجمع وي الحالي موجود سابقا وأجمع وي الحالي يقل حاليا ممكن كتابة بهاي الصغر فهم نفس الشي يقول حلة هذا السؤال خلي لي ال response أو impulse response ما لهذا لل system عندما مطيني معادلات سأنا حلية A أجعل B A non-recursive version of the cash register equation is Y of N X N ناقص واحد ناقص 2 ناقص 3 إلى آخر هي بمعنى l-impulse response مجرد دحول Y إلى H زراد H والX إلى الدلتا فهنا بما أنه قلنا شاكو دلتا مو بال N مو عند البوزيشين 0 راح تكون صورة عبارة صورة فراح يكون ال-H كنت زي راح تنطين هنا واحد عندي 1 راح يصير عندي فقط هاي ال-1 يعني اللي هي الثانية هاي راح يصير صفر فقط راح تنطين هنا عد الثلاثة راح تنطين واحد أيضا المهم راح تطلع لكل وحدة ال-Infinite كل واحد 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 فال-System كأنه دا أشوف يطلع لموجه constant عبارة عن 1 واحد واحد وهذا بالنسبة لل-Cache Register هو صحير شغلتي هاي شغلتي دا يسولي كأنه running sum دا يجيبلي وحقلي لشي فوق شي فدا يطلع يعني استجابة مثل cache register للإشارة الداخلة عبارة عن unit state كأنه unit state دا طلع لواحد واحد واحد الاخر هي عبارة running sum إذا أجي نفس المعادلة بس بالrecursive signal فهنا معنا راح يكون عندي impulse response موضعتها H of يعني N إذا نكتبه بصغة N بس هنا قبل حالة عند H صفر فراح تكون عندي هذا صفر راح يصار عندي بس واحد راح نطيم بس واحد فرا هذا صفر طاني واحد وهنا صار واحد وهكذا نفس الشي يطلع كل واحدات استجابة بالنسبة السystem اللي هو عبارة عن cache register استجابة مال تاور ال impulse response هو عبارة عن signal unit step signals أسعاد الحاجة كل حجينا بالنسبة إذا كانت الإشارة عبارة عن impulse أو unit impulse إذا كانت الإشارة الداخلة عبارة عن unit impulse شون يكون السيستيم استجابة استجابة لل impulse وسميناه impulse response شي طلع على ضوء الإشارة الداخلة اللي عبارة عن impulse شي طلعا شنطيني من impulse response وعرفنا بوسطة H أيضا من الضروري إنه ندرس استجابة السيستيم لل unit step اللي قلنا عليها unit step اللي عرفناها بال u of n ال u of n اللي قلناه عبارة عن unit step function بشون يكون system response ما تستم لل step هنا راح نسميه step response step response اللي هي عبارة عن running sum of the unit impulse unit step هي عبارة عن running sum of the unit impulse وبما أنه عبارة عن running sum of unit impulse فال step response أيضا هو عبارة step response يعني unit step هي عبارة عن running sum of unit impulse فأيضا step response عبارة عن running sum of impulse response يعني running sum شنو يعني شي زائد شي شي فوق شي دايس راح نشوف نحل سؤال وشنو هو معنى running sum therefore if we denote the step response by sn راح ننمز بال sn بدل ما h اللي كان عبارة عن impulse response we have sn يعني impulse step response عفوا step response هو عبارة عن running sum مالتل impulse response يعني running step response عند n تساوي مثلا 0 على سبيل المثال أو 1 على سبيل المثال إذا صفر راح يكون تساوي الh of عند الصفر إذا كانت 1 لا راح تساوي الh عد الصفر زائد الh عد الواحد بعد بار الان داي يصير عند صفر وداي يصير عند الواحد عند الاثنين راح تساوي h عند الصفر زائد الh عند الواحد زائد الh عند الاثنين وهكذا فعبارة عن running sum multiple impulse response أيضا impulse response عبارة عن مشتقة unity step impulse response عبارة عن يعني هنا شون داء كامل داء كامل impulse response حتى أحصل step response إذا كان عندي step response ممكن أشتق لأنه احنا قلنا الرياضيات تشبه الcontinuous بس شوية أفسط الh of n is the first order difference of sn first order difference مشتقة الأولى لل sn ناقص sn ناقص واحد أقدر من عند أقلع الh n إذا عندي sn وإذا عندي sn ناقص واحد شكل المقدر واحد ممكن أناقص وطلع من عند هل h n this relationship form the commutative property يتميز بخاصية commutative يعني إذا الإشارة الداخلة كانت sn فالإشارة الخارجة يكون yn وبالعكس إذا كانت الإشارة بالعكس يعني دخلتلي بشكل مقلوب h n رح تطلع للإشارة الداخلة فها نسمينا الكم commutative property الكم لازلنا بالستيب response استيب رسم درسي لهذه الاسباب إنه استيب response gives essentially the same information يمطيني بعض المعلومات الأساسية اللي أحتاجها حتى أدرس النظام المعالجة الرقمية step response are useful for several reasons step response هو مهم لعدة أسباب لأنه كثيرا ما تجي لي إشارات عبارة عن step signals يعني تدخل عندي بشكل واسع أحيانا test signals يعني أحيانا حتى أختبر الجهاز مرات يمطل test signal هي عبارة عن unit step يعني ما يلاحق نطيم pulse فتعتبر كstep signal وتجي بصيغة rectangular pulses or pulse sequences تكون على أشكل pulse sequences أحيانا أيضا دراسة step response نطيني معلومات عن response of the system to a sudden disturbance sudden disturbance اللي هو الاضطراب المفاجئ أحيانا كثيرا ما يجييني بالحالات العملية فيعتبر كstep response أو كstep unit sudden disturbance عبارة عن unit step فللضروري إنه أدرسي step response ما تجهاز finally the process of convolution can be defined in term of step signals ممكن convolution العرفة بواسطة المصطلح step signal and step response هنا عندي مثال بالفقر طايف المثال دا تجيه إشارة داخلة اللي هي عبارة عن step signal كما دا شوفون عندي عبارة عن step signal بهالي الإشارة الداخلة واللي هي يعني constant كأنه جايت لي هنا كذا pulse بحسب المثال هنا meet samples وندخليها علي من على السيستيم الداخلتلي إلى السيستيم اللي هو عبارة عن band pass filter اللي هو نفس اللي درسنا impulse response ما تي band pass filter فالاستجابة ما تي step response ما تي band pass filter درسناه إحنا سابقا درسنا ال impulse response نحن راح نشوف شون step response ما لهذا ال band pass filter على إشارة داخلة بالفقر اللي دا شوفون فوق هنا عندي unit step function meet samples وهنا step response ما تل الفلتر بالنسبة لهاي الإشارة الداخلة دا شوفون شون صارت عندي عمليات ال response شون صارت طبعا هنا أنا calculation يعني يدوية ميدي أحسبها بواسط ال calculator صعب ومو سهل أحتاج إلى computer program حتى يحلي المسألة يعني أسئلة مثل هذا النوع ما تيجيكم بال بالمادة النظري وإنما تحتاج إلى computer program حتى أحل ال calculation يعني أحنا دائما تختصر على ستة أو سبع samples بل في الكثير فهنا من samples ما يقدر يحط تحلوه ببقى وقلم وكالكوليطر وإنما واسطت كدوية ال program هنا عندي was used to upload the step response the unit step shown at the top هالا unit step اللي موجود هنا عندي فبدأ عندي بالleft of the figure and continues indefinitely to the right بدأ إذن يعني دخلك لعندي أول إشارة ثانية إشارة لـ 100 إشارة فراح ندرس الstep response شون راح تكون شكله فطبعا الstep response حسب المعادلة اللي موجودة عندي هنا خلي نبسط المثال خلي أفرض إنه عندي خلي أفرض إنه عندي هذا system مو البانباس في الكثير بالمثال السابق اللي قلنا محلول بواسط البيوتر البروغرام وإنما هذا system اللي موجود عندي المعادلة مالتواضحة حسب الدياقرام مالت مثل ما يشافون عبارة عن yn تساوي 0.8 yn ناقص واحد زائدين x of n في الexample اللي قل sketch find and sketch يعني sketch يعني أرسم بس مو اللي يعني بورقة بيانية بس يعني وضح بالرسم بس الرسم ما تكون يعني منشوف تكون صحيح يعني شوف أزعان صحيح sketch the first few sample value first few sample values of the impulse and step response داريد داريد توجد the impulse أولا والstep response of the system shown in figure 6 هذا figure 6 أول يعني المطلوب شو طلع طلع أولا impulse response وثانيا نطلع step response step response شوك العام وأيضا دايقلك ثالثا أو جدلي also determine the final value of sn عندما n تقترب من infinity ثالثا نطلع step response عندما n تقترب من infinity مطلب الثالث المطلب الرابع use your response داني اللي واحد وثانيا ثلاثة استخدمه to find their response to rectangle or pulse and push on in figure اللي هو بالpart b يقول طلع شنو طلع response رابعا response اللي نقصد بي ما قايل impulse step response وإنما قايل شكرا عن طلع response اللي هو y of n يعني إشارة خارجة من هذا system بالنسبة للإشارة الداخل إذا كانت عندي موضحة بالfigure xn مثل ما داشو هاي لا هي step response ولا هي unit step ولا هي unit impulse هالإشارة عبارة 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 عن أربعة بلصات 1 2 3 4 مقدار 1 n أصغر من 0 0 n أكبر من 3 0 1 ImbusResponseMounted بعد ما طلعت StepResponseMounted بعد ما طلعت المطائب لكلتين أو جد الResponseMounted System لهذه الإشارة بزي بداية ImbusResponseSafe معادلة مجرد أحول YN إلى H والX عبارة عن Delta فهنا حولت رح يصد عندي H of N نساوي 0.8 H N ناقص واحد زائلين A delta of N فنجي نطلع هنا حاليا مباشرة نطلع يعني term by term فالH عند الصفر رح يساوي الواحد H عندي الواحد رح يساوي 0.8 عند الاثنين 0.8 square عند الاثنين 0.8 square رح يساوي 0.513 وهكذا السيستيم حسب ما يشوفه طبعاً هو ما رايدي ما رايدي إنه تذكر هل هو Stable هل هو Memorias أو إلى آخره بس السيستيم ده أشوفه هو عبارة عن Stable بإشارة ما دات الزايد وإنما دايسر بيها Converge فطلعت ال ImbusResponse هنا بداية قاعد هو Sketch لازم أيضاً رسمه رسمنا هنا Sketch بهذا الشكل فرسمنا مثل ما تشوفه 1.8 0.8 square 0.8 0.3 0.8 0.4 إلى آخرين رسمنا حزبنا مطلوب نقطة الثانية ده يقول يطلع Stable Response Stable Response مثل ما قلنا سابقاً يعني بالمحاضرة نفسه إنه عبارة عن Running Sum Running Sum مثل ما قلنا ال S يعني بالمعادلة اللي كتبتها سابقاً S of N تساوي summation N من تساوي من صفر بعتبار احنا خلنا نفرض مو من منص infinity خلنا نبدأ من الصفر بعتبار النظام causal infinity H of هاي M خلنا نسمي H of M زين فمعنى S عنده الصفر رح يساوي H of 0 رح يساوي 1 حسن ما اش طلع ثاني يساوي 1 ال S عنده ال 1 رح يساوي ال H عنده 0 زائد ال H عنده ال 1 رح يساوي 1.8 عنده ال 2 رح يساوي ال H عنده 0 ال H عنده ال 1 ال H عنده ال 2 عنده ونفسه هذي يعني بعد ما قدعي بعد ما قدعي عنده يعني هذا بده ما اكتب من كلتين بدنا ال S عنده ال 2 زائد ال S عنده ال 3 2 وال S عنده ال 4 يساوي ال S عنده ال 3 زائد ال H عنده ال 4 ساوي في طلعا عنده هو رايا يعني فخذ الاشارات من البداية اولا فمو طبعا هاي بعدين رح يطلع عنده ال 1 رح يطلع عنده ال S عنده 0 1 عنده 1.8 عنده ال 2.44 عنده ال 3.9 عنده ال 4 3 و هكذا في ايضا قال رسمي رسمناها بس هو ايضا بالمطلب الثالث شكايد جاي الاوجد ال final value of S عنده ال infinity ف اذا كتبني بصيغة يعني اذا ارجع ال احنا لل للسؤال ده اشوفك انه 1 في 1.1 في 0.8 1 1 0.8 تربيع وهكذا يعني المعادلة ماتية اذا ارجع اكتبها هناني اذا احولها راح تكون عندي بهاي الصيغة تكون عندي واحد زائد 0.8 هاي بالنسبة لل ال step infinity يعني اذا اريد اريد احنا قلنا running sum بالنسبة لل step هو عبارة عن running sum فراح يكون راح يكون عبارة عن H عندي الصفر زائد H عندي الواحد زائد H عندي الاثنين زائد H عندي الاثنين إلى آخرين إلى عند ال H إلى infinite فاذا اجي احولها راح اصبح عندي 1 زائد 0.8 0.2 فكأنه داي صار عندي series وهاي series لو اجي اباو عليه زين هي عبارة عن Geometric Series شين هي Geometric Series اقلوا عنها إذا ما دارسيه بالرياضية Geometric Series يقول عندي قال اسمها G تساوي A ككونستانت زائد A نفس الكونستانت في رايشو في مقدار رايشو زائد يبطول يتكرر عند الكونستانت والريشو تتربع يعني الاسمت الريشو مثل ما دايشو دايزيد زائد A 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 أسميها الريشو فهاي من الأخير هاي السيريز راح تكون قيمتها عبارة عن A على A A سائد R إذا كانت الر أصغر من القيمة المطلقة لل واحد أو عفوا القيمة المطلقة لل R إذا كانت أصغر من واحد إذا كانت أصغر من واحد يعني نصب لي شنو R 0.9 R 0.99 أوكي R عبارة عن مينص 0.8 إلى آخرين كل هاي أصغر من واحد كلها أصغر من واحد إذا كانت R أكبر من واحد لا تختلف العمل أحصر بها وراح تكون تروح للإنفينيتي لعملية تروح للإنفينيتي بس إذا أصغر من R لا ممكن حصر القيمة مالتها يعني حصر حصر هاي السيريز بالمعادلة اللي هي عبارة عن A على A A زائدًا R R هي الريشو والA هو الكونستانت إذا كان الأي واحد مثل هنا مثل ما دا أشوفه هنا الأي عبارة عن واحد يعني كأنه عبارة عن عن نوع أي وخل يعني صار عندي واحد زائدًا one في الريشو اللي هي O point eight زائدًا الواحد نفس الكونستانت الريشو التي هي O point eight تربيع زائدًا الواحد اللي هو الكونستانت وهكذا فمعناها ممكن أكتبها بهاي الصيغة اللي هي واحد اللي هي Aира على واحد لأي ناقصاً 0.8 اللي هي الراتع مقتل الراتع وراح تساوي خمسة معناه الاس عند الانفينيتي عندما يكون قيمة كل الشبيرة راح تساوي خمسة ما تروح زايد اكثر شي توصل الخمسة فهنا طلعت The step response is shown in part D أو the figure معناه ممكن ارسمه بهاي الصيغة باعتبار عندما يقترب الان من الانفينيتي راح يثبت عنده الخمسة فهاي الانفينيتي 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 فارسمتها بالكجر دي هسا خلصت عنا ثلاث مطالب وهنا خلصت ثلاث مطالب المطلب الاخير يقول انطيني الانفيني الانفينيتي لا عند الحالة بطريقتها الحالة ممكن We may find the response to the input signal ممكن انه باعتبار عندي أربع بلصتات بلصت 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 ممكن خذني الـ four pulses أخذ الـ الـ impulse response ما كل واحدة على حدا وأجمعهم سويهم باعتبار شسمة سويهم سمواشين أو ممكن أو ممكن We may find in response to the input signal in part of the figure by one of two method واحدة من الطرق أما أنه أعتبر Xn متكون من four consecutive unit impulses We may superpose four version of Hn يعني أطلع الـ Hn عند الواحد عند الصفر عند الواحد كل واحدة وأجي أجمعهم ومشفتات أو We may consider Xn as the summation of unit step ممكن أنه أعتبر Xn عبارة عن summation Xn عبارة عن summation ما بين unit step عد الواحد عد الصفر عفوا وأيضا متنقصة متنقصة يعني نحن مثل ما أخذنا بالمحاضرة الأولى وقلنا شون نرمز لهذه الإشارة إذا أرمزها بـ unit step معنى كنت يروح للـ infinity فراها أعتبرها عبارة عن unit step عبارة عن unit step عبارة عن unit step بادية من الـ n زين بادية اللي هنا ومتنقصة بعدين جايتها unit step ثانية بادية منها عند الـ n تساوي أربعة متنقصة من عدية يعني كأنه هناك الـ xn عبارة عن unit step بادية يعدل صفر وبعدين متنقصة من unit step فهذه يعدل الأربعة ناقص أربعة زين عيني فتكون عندي بها يصير فشكلها راح يكون بهذا الشكل وراءة عن أمس وذلك يأر وضع طريقة من عبارة عن الأربعة من وضع الطريق هو أنه يجب أن نصير لعمر وضعون مثل عبارة عن صفر للموقع وذلك الموقع من عبارة عن عبارة عن يونت استيب يعني اعتبر يونت استيب استيب رسبونس مالتها بادي من الصفر اول واحدة واحد واحد بوينت ايت الى اخره مثل ما طلعنا بالمعادلة السابقة ناقص اس ان ناقص اربعة وهاي الناقص اس ان ناقص اربعة معنى شو راح تنكتب يصيغة يكون مش شفتة بمقدار اربعة صفر واحد ثلاثة اربعة اهنان وانطيها اشارة سالب سالب واحد سالب او بوينت ايت سالب او سالب واون بوينت ايت سالب او بوينت فور فور الى اخرين مزين فحتى اطلع الاستجابة للنظام ككل الذنى الاشارتين اللي هنتباره يعني فصخناه هين راح يكون عندي مجرد يعني سوي لهم سمواشين اس ناقص اس الناقص اربعة نانا راح اجمعهم صفر واحد composition one point eight one point eight اه قفوينة هنانه صفر تبونهم بتقواته الاشي هردي هنانه صفر هنانه صفر هنان صفر هنان صفر هنان صفر واحد زال صفر صفر هذا زائد هذا 2.9 هذا زائد هذا 2.3 هذا زائد هذا 1.8 الاخره فأخيرا ال ال RESPONSE ال RESPONSE اللي هو ال Y OF N هذا لا يونت IMPULSE لا IMPULSE RESPONSE ولا STAP RESPONSE هذا ال RESPONSE بشكل عام الإشارة اللي داخلة أنا ما عرف شو نتخلي من الإشارات أنا درست صحيح بس ال IMPULSE RESPONSE وال STAP RESPONSE بس هنا ال RESPONSE بشكل عام ده أدرسه اللي إشارة داخلتلي اللي شفناها اللي يعبر عن أربع بلصات ال Y A رحصل عن دي 1 1.8 2.44 إلى آخره فالرسمالتها موجودا بالفقر A هذة رح تكون بهذا الشكل رسمي ها يكون RESPONSE ال RESPONSE بلنظام الإشارة اللي موجودة بالBART P بهذا الشكل الهنا هاي نهارة المحاضرة لهذا اليوم وآسف على التأخير والإطالة منو عنده سؤال طلاب مادر عايشين بعدكم أنتو يا أي موياي نعم دكتور عفتكم ورحمة الصوت كان واضح زيان يعني أخبر ماكو مشكلة واضح دكتور أوكي جيد عدتكم سؤال طلاب نعم دكتور بس القانون ما للأي عام